هنروح لبطولة العالم للسلاح مصر قررت اللي هتتلاعب في مصر للناشئين والشباب هتتلاعب من 3 إلى 11 إبريل قرر الاتحاد إنها تبقى بدون حفل افتتاح طبعا بسبب كورونا وأقول لحضراتكم ليه اتحاد السلاح برئاسة المهندس عبد المنعم الحسيني أعلن إلغاء حفل افتتاح بطولة الشباب والناشئين بسبب فيروس كورونا وده كإجراء احترازي وده تم في عدد كبير من بطولات الناشئين بعد موافقة الاتحاد الدولي البطولة هتتلاعب هنا في مجمع الصراط باستاذ القرر زي مولتنا حضراتكم في الفترة من 3 إلى 11 إبريل اللي جاي وهيشارك فيها 1079 لاعب ولعبة من 78 دولة وده عدد ضخم جدا وتحدي كبير في التنظيب بس مصر قدها ودود وبإذن الله هتبقى البطولة دي نجحة زي ما اللي قبلها نجح ان شاء الله بطولة العالم لليد وكأس العالم للرماية وخلينا أقول لكم انه طبعا اللي افتتاح تلغى 1079 لعب يعني أنا نتصور ان بطولة العالم لكورة اليد ما كانش فيها العدد ده او حتى لو العدد ده موجود بس يعني يعني دي في لعبة جماعية انما لعبة فردية يبقى عندك من 78 دولة 1079 لعب رقم كبير جدا وحفل افتتاح عشان يضم المجموعة دي كلها هيكون صعب وبالمناسبة البطولة دي هيكون فيها نفس النظام الطب اللي بطولة العالم لكورة اليد والفقاعة الطبية اللي بيخشها مش مصرح لانه هيخرج او يتعامل مع اي حد خارج هزي الفقاعة هو بيتخال انها فقاعة واية انت جواها ما بتتعملش مع اي حد خارج لغاية ما البطولة تخلص وترجع بسلامة الله لبلدك